شاب تقي ميسور الحال تعود يوميا أن ينام بعد صلاة العشاء ويستيقظ بعد ساعات ليقوم الليل ويدعو الله في الثلث الأخير وفي إحدى الليالي حاول أن ينام ككل ليلة إلا أنه لم يستطع فخرج من بيته وقاد سيارته دون أن يعرف إلى أين وفجأة وجد نفسه أمام بيت قديم تجلس أمامه سيدة فقيرة تحمل طفلها وتبكي قائلة يا رب قال رسولك الكريم في حديثه إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعم بالله وها أنا أخذت بالأسباب وجئت إلى شقيق زوجي فأغلق بابه في وجهي وأعلم أن بابك لا يغلق اقترب الشاب منها وسألها عما يبكيها فقالت له أنا أرملة وطفل اشتد عليه المرض وجئت لشقيق زوجي ليذهب معي إلى مستشفى أو طبيب يعاني معالج طفلي ولكنه أغلق الباب في وجهي وطردني أخذ الشاب الأرملة وطفلها وذهب بهما إلى طبيب من أصدقائه فكشف على الطفل وأعطاه بعض الأدوية دون أن يأخذ مقابل ثم أعطاه الشاب مبلغا كبيرا وقام بتوصيلها وابنها لبيتهما وعندما شاهد الأثاث القديم تكفل الشاب بتجديد الأثاث وإعادة فرشه على نفقته كما خصص لها راتبا شهريا فبكت الأرملة ودعت للشاب أن يحفظه الله من كل مكروه ثم قالت له كان أقصى حلمي أن أقوم بالكشف على طفلي فقال لها الشاب سبحانه من أبعد النوم عن عيني وجعلني أدخل بسيارة أماكن لم أشاهدها في حياتي كي ألتقي بك عاد الشاب لبيته وأقام الليل ثم نام بعض الوقت قبل أن يصحو لصلاة الفجر وفي الصباح وهو ذاهب إلى عمله وجد سيارة تصدم رجلا ويهرب صاحبها مسرعا قبل أن يراه أحد فنزل الشاب من سيارته وأخذ المصاب ونقله إلى المستشفى وعند وصوله قالت له إحدى الممرضات أن الرجل المصاب قد فارق الحياة فتم تحويل الشاب إلى أحد أقسام الشرطة واتهم بقتل الرجل فدهش الشاب ثم تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم دعوة ذنون وهو في بطن الحود لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وأخذ يدعو الله أن يفرج كربه وفجأة استدعاه الضابط إلى مكتبه وأفرج عنه بعد أن اعتذر له فقد اتصل به أطباء مستشفى وأبلغوه أن الرجل لم يمت بل كان فاقدا للوعي وأخبرهم أن الشاب هو الذي أنقذه من الموت وهو مدين له بحياته ابتسم الشاب وشكر الله كثيرا وتذكر دعاء الأرملة له بالحفظ من كل مكروع وتأكد تماما أن المعروف لا يضيع أبدا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهلوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير فنعم المولى ونعم 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 المول